الحديث عن تطورات التظاهرات معنا من عمان الكاتب والمحلل السياسي سيد عبدالقادر النايل عبر اسكايب أنا بكم سيد عبدالقادر قبل أن ندخل بالحديث عن التظاهرات أريد منك تعليقا على هذا الخبر العاجل قصف لمقرات ميليشي حزب الله في قضاء القائم بمحافظة الأنبار عن طريق طائرات مسيرة ما تعليقك على هذا الحادث؟ أهلا وسهلا بكم ومشاهدين هذا القصف ليس بالجديد وبالتالي قصف هذه الميليشيات التي ترتبط مع إيران وتهرب السلاح إلى الداخل السوري وضمن الخطة الأمريكية لا سيما هذا القصف جاء بعد قصف لميليشيا حزب الله قاعدة كيوان في كارتوك والذي قتل فيها متعاقد أمريكي وجرف أيضا عشرات من الجنود من الجيش الحكومي هناك داخل القاعدة وبالتالي هذا التصعيد هو بالتأكيد لن يكون كما قبل عملية الوعود التي وعدها وزير الخارجية والدفاع ونائب الرئيس الأمريكي عندما زار قاعدة عين الأسد أنه أي استهداف لإيران وأذرعها وميليشياتها لن يقابل إلا بالرد العسكري وبالتالي يبدو أن هذا التصعيد سيستمر لا سيما أنه في القائن خزان كبير من ميليشيات حزب الله من الكوادر والجنود والصواريخ الإيرانية إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أنه منذ أسبوع إيران تفرغ الصواريخ من قاعدة جرف الصخر العدرية إلى تكنات ونقاط حتى لا يتم استهداف هذه الكهنية من الصواريخ فيها سيد عبد القادر بالعودة إلى الحديث عن المظاهرات وثورة تشرين الآن هناك استعادة لزخم هذه التظاهرات في هذه الأيام بالرغم من القمع الحكومي ما دلالته هذا الزخم العائد بالنسبة لثورة تشرين هذا الزخم يأتي في حراك التصعيد الحقيقي بعد حقيقة انكشاف أطراف العملية السياسية والذهاب أنهم يريدون تشكيل حكومات لغرض استمرارهم واستمرار عمليةهم السياسية فبالتالي أصبح خيار المتظاهرون أنهم يساعدون في التواجد وهذا الإصرار يأتي حقيقة وفاء لدماء الشهداء وفاء للجرحة وفاء لقضية العراق الراسخة في نفوسهم ونفوس الشعب العراقي وبالتالي اليوم هم يعلمون أن العياد الشعب العراقي لهم أعطاهم دافعا كبيرا وبالتالي عملية استهداف الجامعات من قبل الميليشيات وما إلى ذلك من استهدافات لتاحة التواهرات يؤكد على أنهم بلا رجعة حتى إعادة الوطن وبالتالي هذا حقيقة يؤكد على أن مطلع القام من العام القادم الذي يشارف على الانتهاء في أيام معدودة أنه سيمثل حالة جديدة من حالة انعطا في الثورة تشرين في العراق باتجاه احتجاجات وتصعيدات مهمة تماما ستكون منها حقيقة قطع اندادات النفط قطع الشوارع وبالتالي كل هذا إطار سلمي ذات عصيان مدني بعدم الاعتراف في الأطراف السياسية وهذا سيقود إلى مجمل من الأحداث الكبيرة التي سيشهدها العراق تواصل مشاركة الطلبة في الحراك كيف تراها وكيف تقيمها كذلك؟ حقيقة الطلاب في ثورة القنصان البيضاء أثبتوا بهنيتهم وأثبتوا أنهم أبناء العراق البررة وأن دائما الثورات التي سنزح هي التي يكون فيها الشريان الرئيسي طلاب الجامعات والمدارس وبالتالي العراق قدره باتجاه نجاح ثورته لأن هؤلاء الرجال والنساء من الطلاب والطالبات أثبتوا ولاءهم للعراق وأثبتوا أنهم يفضلون وإنقاذ العراق وإنقاذ وطنهم لذلك حقيقة هم يعلمون تماما أن الجامعات أصبحت خارج التصليف الدولي للتعليم وبالتالي الشهادة العراقية بعد الاحتلال أصبحت في مهب الريح أمام الدول الذي كان العراق بمثابة جامعاته ركيزة أساسية للعلم وكانت تحتضن طلاب الدول العربية وطلاب عالميين فيها اليوم هذه الجامعات منهارة تماما وتدخل ميليشياوي كبير تماما وحتى أن هذه الميليشيا تتحكم في إدارة الجامعات بطريق أوما حادثة الموصل الذي كشفت إلا جزء يثير مما يجري على الجامعات في بغداد لذلك الطلاب لن يتراجعوا حتى يصحح العراق وأن تكون هناك إنقاذ حقيقي برعايتهم ومن معيتهم فهم القلم الحر وهم الذي يعول عليهم بناء العراق الجديد بعد الخلاص من الصغم الفاسد الحالي سيد عبد القادر مفوضية حقوق الإنسان أكدت مقتلى 490 متظاهرا في بغداد والمحافظات منذ تشرين الأول إلى أي مدى هذه الأرقام دقيقة في ظل ما نراه من عمليات استهداف للمتظاهرين وقتل وشهداء يسقطون يوميا منذ التظاهرات هذه الأرقام ليست دقيقة والمفوضية هي حكومية وتحاول تقليل النسب لكن الإرادة التي تنكشف بطريقة واضحة من خلال إعلان الثوار وذويهم وأقربائهم وأصدقائهم عن حالات القتل والشهداء بالأسماء أحرجتهم مما دفعهم أن يتولوا جمع هذه الأسماء المنشورة لكن الحقيقة أننا نتكلم عن ما يقارب ألف شهيد بالأسابيع الماضية تم رصد من مراكز دقيقة ومهمة وذات حيادية وتنتشر عن طريق أشتباب في معموم المحافظات العراقية رصدت 800 شهيد وأكثر من 21.200 جريح اليوم الأعداد ترتفع عمام مختطفين وهؤلاء المختطفين أغلبهم من من تم إعدامهم وبالتالي يجري عملية الكشف عن إعدامهم الميداني وقتلهم بطريقة واضحة عندما يتم إلقاء جسدهم على قوارع الطرق لذلك حقيقة الأرقام أكثر مما تعلن هذه المفوضة والانتهاك الطارق لا زال مستمراً أمام السجون السرية المعلومة لدى العراقين يعني مع هذه الأعداد الكبيرة من الشهداء والجرحى ولم تؤتي بثمارها بالنسبة لسلطة بغداد بإيقاف المظاهرات أو قمعها أو حتى تخفيف ضغطها لكن لماذا تعول حكومة بغداد أو حكومة المنطقة الخضراء على هذا النظام على هذه السياسة في القمع رغم أنها لم تأتي بثمارها بالنسبة لهم بل بالعكس هذا الموضوع يدفع بالمتظاهرين أكثر إلى الساحات لأن هؤلاء ليسوا سياسيين هؤلاء قتلوا مجرمين وامتهانهم لعملية القتل وإدارة الحروب والأزمات وأمراء للطوائث المسلحة هو الذي يخودهم لأن هذه العقلية لن يستطيعوا تغييرها بالتالي قبل التظاهرات كانوا يعتمدون على الخطف والقتل وكانوا جل حياتهم كلها اختيالات متى هدأ العراق منذ 2003 إلى 2019 التي شرفت على الانتهاء من عمليات قتل في أي يوم من أيام العراق صحة ولا يوجد هناك دماء على قوارع الطرق أو تفجيرات أو اختيالات أو اعتقالات بطريقة واضحة لعلمائها وكفاءاته وما يجب الآن على المتظاهرين هي خطة إيرانية لغرفة العمليات وهذا النهج الإيراني لم يتبدل في قمع التظاهرات داخل إيران وبالتالي تستنسخ لأن هؤلاء أدوات إيران وأزنابها وكانوا يتدربون في إيران ويقاتلون معها فبالتالي لم تتغير هذه العقلية هي التي أوصلت العراق إلى هذا المكان السحيق وإلى تدهير العراق بكافة مستوياته لأنهم لا يمنون إلا بالقتل والدماع لذلك في وصفها الحقيقي حكومة الدم في المنطقة الخضراء لا تجد إلا الاختفاء القتري والقتل والإعدامات والاعتقالات ولا يمكن لا حلو السياسية ولا عقلا يمكن أن يجير الأزمات عبر سكايب بن عمان الكاتب والمحلل السياسي سيد عبد القادر النايل شكرا جزيرة لك